اشتركوا في القناة حيث تم القبض على العديد من المتظاهرين وفقد عدد منهم فقد حياته نتيجة ممارسة التعذيب عليهم في السجون واشار التقرير في حالات الاعدام المتزايدة في ايران خلال السنوات الماضية مؤكدا ان 51% من حالات الاعدام في جميع انحاء العالم تمت في ايران ويعكس هذا التقرير حالة الرفض الدولية لسياسات النظام الايراني والاصرار الذي يتبناه المجتمع الدولي لوقف تلك السياسات المزعزعة لامن والسقرار المنطقة